إلى موضوعنا التالي في نقاش غرفة أخبار الليلة لا يزال جدل الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية يتصعد داخل فرنسا مع بدء تنفيذ قرار جديد بحضر ارتداء العباءة في المدارس وتأييد القضاء الإداري الفرنسي لهذا القرار الذي يأتي بعد قرار مماثل لمنع الحجاب في هذه المؤسسات باعتباره يشكل علامة على الانتماء الدنيا وفي أول يوم دراسي أعيدت عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع ارتداء العباءة في خطوة أثارت ترحيبا من اليمين الفرنسي وتحفظا من اليسار وانتقادا من الهيئات الإسلامية والتي اعتبرت أن قرار الحضر التعسفي فعلى أي أساس يتم تقييم ملابس الفتيات في مدارس فرنسا وماذا عن تداعيات قرار الحضر في المجتمع الفرنسي بمختلف مكوناته تساؤلاتنا أخرى نناقشها مع ضيفينا من باريس رئيس تحرير صوت الضفتين نزار الجليدي ومن باريس أيضا مستشار أو مؤسس حزب الجبهة الوطنية والمحامي لحاتم مرحبا بكما ضيفي الكريمين أبدأ معك أستاذ نزار حسب القانون الفرنسي بالتحديد قانون الخامس عشر من أذار مارس 2004 يحضر ارتداء العلامات أو الملابس التي تظهر الانتماء الديني وهذا يشمل جميع المظاهر الدينية إن كانت بالنسبة للمسلمين المسيحيين واليهود وأي طائفة أو ديانة أخرى فلماذا يعتبر منع العباءة ع السوفية أهلا وسهلا أولا هي سقطة من سقطات الدولة العلمانية الجديدة التي تريد أن تذهب بالأزمات الحقيقية للشعب الفرنسي نحو جدال عقيم ليس له لا أساس ولا رأس لأن العباءة ليست أولا لا لباس ديني هي لباس تقليدي وليس أصلا لا موجود لا في الدين الإسلامي ولا في غير أخرى الديانات فقط هذه المسألة هي السياسية بامتياز فرنسا كان لها معركة حقيقية مع الحجاب ولكنها انطلقت سنة 1989 ليأتي قانون سنة 2004 ولكن العباءة في اعتقادي ولست أنا من الذي سيدافع عن الدولة الإسلامية أو الدولة الدينية أنا من أكثر العلمانيين وما أكثر مدافعين على العلمانية ولكن أجد بأن هذا القانون قانون تعسفي على الحقوق الفردية للأشخاص لأن هذا يعتبر تمييز ويعتبر ردع للحقوق العامة للناس باعتبر أن هذا اللباس ليس له تصنيف لا في أي كتاب قرآني ولا في أي كتاب ديني هذا أولا هذا اللباس تقليدي أولا من المستوحى من الشرق كان جريم بفرنسا التي تريد الآن أن تذهب بعيدا في مسألة العلمانية أن تحارب جماعات ما تحت الصورة التي تؤسس للفكر الاستقصالي والفكر الكراهية وفكر الإسلام السياسي كان على فرنسا أن تقوم بقانون يحجر التعامل السياسيين الفرنسيين مع الإخوان المسلمين كان على فرنسا أن تقف سيل الحسابات البنكية في البنوك الفرنسية لجماعات الإخوان المسلمين نزار سأعود إلى تأثير القرار نعم وأهدافه وغايته كذلك ولكن فقط دعني أطرح نفس النقطة على ضيفي الأستاذ إلي حاتم أهلا بك مرة أخرى أستاذ نزار كما يقول ويقول آخرون أن العباءة هي لباس تقليدي ليست لباس ديني يعني لا يعبر عن دين معين فبالتالي يمكن لمسلمة أن ترتدي ويمكن لغير المسلمة كذلك أن ترتدي عباءة هو زي تقليدي كما يقول ضيفي وآخرون ما رأيك وبالتالي قرار منعه في المدارس هو ما هو إلا قرار تعسفي صحياتي لك أهلا أستاذ نزار وإلى جميع المشاهدين يجب ربما أن نسكر أن في فرنسا هناك كما تحدثتم العلمانية وما هي العلمانية بالمفهوم الفرنسي هي عقيدة جديدة وكدين آخر فرد على الفرنسيين خاصة منذ قانون 1905 وبذلك كانت العلمانية تحارب المسيحيين خاصة والكاثوليكيين في فرنسا وكانت حتى وصلت إلى أن تمنع كل ما هو انتماء تاريخي كاثوليكي في فرنسا فهناك الراغبات والرهبان وغيرها الذين لا نجدهم الآن في فرنسا هذه من الناحية الفلسفية أو من الناحية السوسيولوجية والفلسفية عامة ولكن من الناحية القانونية كما قال الأستاذ نزار أن هناك قرارات وهناك قانون وهناك الآن أيضا حكم تم من المحكمة العلية نعتبرها المحكمة الإدارية العلية أو المحكمة الدولة محكمة شورة الدولة وما صدر في هذا القرار أن طريقة ارتداء هذه الملابس في الأجواء حاليا تعتبر بأنها ثياب يعتبر بأنه زي دين واستنادا إلى قانون 2004 يعتبر ذلك ممنوعا وأعطت الحق لوزير التربية في فرنسا في منع ارتداء هذه العباية لأن طريقة لبسها تعبر عن ليس الثقافة ولكن تعبر عن انتماء إلى دين في طريقة واضحة لأن قانون 2004 لا يمنع لبعض ارتداء أو حمل مثلا حجاب صغير مخفي في الجيبة أو صليب للمسيحيين ولكن يجب أن يكون لا يكون يعبر كثيرا عن الانتماء هذا استنادا إلى قانون 2004 هذه نقطة مهمة جدا نعم أستاذ نزار المسألة كما ذكرت أنه فرنسا بلد علماني يفصل الدين على الدولة ولكن في نفس الوقت يسمح لكل فرد بأن يعتقد ما يشاء وأن يكون في الدين التي يشاء فقط المسألة مسألة أنه عدم التناغم مع النظام العام المجتمعي أنه هناك إصرار على أن يكون هناك عدم انتماء للنسيج السوسيولوجي الموجود للنظام العلماني الموجود في فرنسا هل هذا هو السبب ألا يعتبر هذا منطقيا قليلا في مسألة سبب المنع وتأييد المنع من قبل المحكمة العليا في فرنسا نعم في الحقيقة ما وقع هو خلط الأمر السياسي بالأمر القضائي وهذه مهزلة من هذه الجديدة التي تعيشها فرنسا التي تعيش على وقع صراعات سياسية خاطئة جدا ومراهقة جدا وهرتقة سياسية كبيرة جدا تقسيدي بأن هذه المسألة هي فقط مسألة سياسية جرعة سياسية يراد من خلالها الآن فقط التوقيت الذي وقع في هذا القرار هو ساعة فقط قبل أن ينطق سيد ماكرون بمسألة النيجر وعدم سحب السفير جاء جابريال أطال الذي هو جديد لوزارة التربية لا يعرف عن كونيسا ولكن ما علاقة الأمرين كيف يستفيد الرئيس ماكرون قرار في بداية سنة سياسية كيف يستفيد هلاش وضحت للمشاهد أستاذ نزار كيف يستفيد ماكرون من جدالية عدم ارتداء العباء في المدارس الفرنسية مع أزمة النيجر ما العلاقة؟ نعم السيد ماكرون السيد ماكرون الآن يختلق كل الأزمات السياسية في البلد وربما سنرى أزمات أخرى لأنه يعرف بأن هناك خريف اجتماعي قاسي والشتاء اجتماعي قاسي قادم جدا الآن الفرنسيون سيخرجون إلى الشوارع للمطالبة أولا بالتراجع في السياسة الخارجية في فرنسا في الحرب الأوكرانية سيخرجون في التراجع المسألة الفريقية سيخرجون لغلاء المعيشة سيخرجون لنقصان الطاقة لذلك هذه الحكومة أصبحت يمينية أكثر من اليمين نفسه اليمين المتطرف نفسه اليوم هذه معركة انتخابية بالأساس يريد السيد درمانا من خلال ملف الهجرة والسيد عطال من خلال إخلاق واستخلاق مسألة العباء من أن يحاولوا أن يوفروا الآن نمط وحديث اجتماعي ومسائل اجتماعية تلهي الناس عن الحقائق الموجودة الآن هناك ما يسمى جمع الجميع في سنة الهزيمة الآن هناك هزيمة كبرى لفرنسا في عديد الملفات الداخلية والخارجية لذلك أرى بأن اليوم هناك أكبر لعبة وأخطر لعبة في فرنسا وهي خلطة المسألة السياسية بالمسألة القضائية وستراقب قادم الأيام ستفرز لك حديث سياسي مناقض لقرار المحكمة السياسيون الفرنسيون نفسهم الآن تفطنوا إلى أن هذا الرجل السيد مكرون والمكرونية ليست لها حزام داخل البرلمان تحاول أن تمر القرارات دون أن ترجع إلى الشرعية الشعبية البرلمانية تحاول بشكل أو بآخر أن تجد الآن أي أزمة بالله عليك سيد إيلي وأنت رجل قانون شو دخل العباءة في الإسلام في نص في القرآن وانا سأصبح الآن المدافع الأكبر عن القرآن في نص يتحدث عن العباءة ما كانت العباءة زمن يثرب ولا قريش ما كانت العباءة زمن الرسول ولكن اليوم عندما نقول بأن هذا القانون يسمح ببعض الأشياء ولا يسمح ببعض الأشياء أقول للسيد إيلي وأقول لكل الجمعة الطيف السياسي في فرنسا هل القانون العلمانية سيطبق بأن لا يذهب رجال السياسة الفرنسيين إلى الأيمة الجوامع والجمعيات الإسلاموية لحظ الشعبية لدى الانتخابات وتعرف من أقصد من أحزاب اليسار واليمين التي ذهبت إلى الإسلام السياسي وإلى أيمة الجوامع سيد إيلي هل يمكن أن ترد على هذه النقطة يعني هل الهدف من قرار منع العباءة في المدارس الفرنسية هو لأغراض مكاسب سياسية ومغازلة اليمين للأسف هذا هو صحيح من النعام السياسية ولكن لا يجب أن ننسى أن استعمال هذا الواقع وتسليسه من قبل السياسيين ومن قبل الحكومة يستند إلى واقع في فرنسا وهناك كما قام كان يقوله السيد ماري لبين منذ أكثر من ثلاثين آمن كانت هناك سياسة هجرة في فرنسا دون أن تكون لفرنسا الماضيات لجزب هؤلاء المهاجرين والأجانب والفعل منهم فرنسيين أي اندماجهم في الاجتماع الفرنسي وللأسف قانون العلمانية في فرنسا كان متوجه لحاربة الهوية الفرنسية التقليدية الفرنسية الكاثوليكية وهذا أثر على ضياع هذه الأشرة في فرنسا وتبين اليوم أن هناك قسم من الشعب الذي أصبح فرنسي هؤلاء الفرنسيين يذهبون يلبسون هذه العبيات أو القميص أو غيرهم فرنسيين مثل الآخرين ولكنهم لا يقبلوا هذه الممتاز هذه نقطة هامة كذلك أستاذ نزار ما رأيك يعني هناك من يضي أنت اعتبرت في نقاشنا هذا أن العباء يعني هي ليست لباسا دينيا هي لباس تقليدي بمعنى أن هناك شعوب أخرى تأتي إلى فرنسا وتعيش فيها من بينها ولديها لباس معين لديها لباس تقليدي مثلا لدى الجزائريين مثلا من أصول أمازيغية لديهم لباس مميز الجالية الهندية مثلا لديها لباس مميز الأفارقة كذلك ولكن ولكن هؤلاء جميعهم انصهروا في الهوية الفرنسية الموجودة ما عدا يعني مسألة العباء والقميص كما يقول الأستاذ إلي أنه لا تتماهى مع الصورة المجتمعية الموجودة لدى فرنسا هو الرغبة الفرنسية في انصهار جميع المهاجرين في الهوية الفرنسية ما رأيك في هذا لماذا الإصرار على عدم الانصهار في الهوية الفرنسية يقول البعض لا هو تماهي مع عقلية مكابرة سياسية وتعنت سياسي والبحث عن حطب دائما حطب لإشعال فتير الأزمات السياسية اليوم الجلبيب الأفغان والجلبيب الهنود في كل الدوائر في باريس على الأقل وفي المدن الكبرى في باريس هي لا تتماهى مع العقلية والذهنية والثقافة اللباس الفرنسي ولكن مع ذلك تقبل لماذا تقبل لأنها ليست مسلمة لنكون صريحين مع بعضنا البعض لكن الجلبيب الأفغاني إسلام لأنه لا يجد من يدافع عليه لأنه فقط وجد ليش ما منعوه حبيبي هاو موجود ليش ما منعوه موجود في باريس خلينا أسأل السؤال لأستاذ قليل مفارق النقاش ووصلنا إلى نقاط تفاصيل مهمة جدا الناس فقط بلا خليني عشر ثواني بس أقول لك جملة فقط هؤلاء لم يجدوا مسلمون حقيقيون يدافعون الإسلام بل وجدوا مسلمون إرهابيون يدافعون عن إسلام آخر وهم الحصال البسيط الذي يستعملونه في كل مرة ندائي إلى فرنسا التي يعيش فيها وأؤمن بالجمهورية الفرنسية الأقل وعندها سنقبل بكل العلمانية ولكن أن نحارب من خلال لباس تقليدي فهذا تعفن سياسي في الذهنية الفرنسية للأسف طيب أستاذ إلي ما ردك يعني فعلا النقاش شيق الآن أنه اللباس الهندي مثلا التقليدي أو حتى الجلباب الأفغاني كما يقول غير ممنوع في فرنسا ولكن العباء ممنوعة كيف يمكن تفسير هذا هذا من النحية القانونية كمحامي وفي كاميرات القانون اطلعت على الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا في فرنسا وهي تقول وليها لديها تفسير أن طريقة ارتداء هذه العباية يفسر ويشير إلى أن هناك انتماء ديني وطريقة استفزاز الآخرين في هذه طريقة الارتداء ما وجه الاستفزاز إذا نقشنا الأمر فلسفيا أنه ما هو كله لباس يعبر عن عرق معين أو عن دين معين أو عن فئة معينة موجودة في المجتمع الفرنسي متمايزة عن المجتمع الفرنسي بتنانيره القصيرة إذا صح التعبير فلماذا بالذات العباء هي التي تشكل مشكل للأسف لأن حسب هذا الذي صدر نحن نعلم أن هناك قانون العلمنة وهي عقيدة كما قلت لكم نوع من الدكتاتور التي تفرد كأنها كدين آخر كالمسيقية الإسلام أو اليهود هناك العلمنة على الطريقة الفرنسية التي لا تصبح للشعب أو الذي متواجد على الأراضي الفرنسية خاصة في كل ما هو عام أماكن عامة أن يبرهن أو ينتمي إلى دين يختلف عن هذا الدين الجديد الذي هو دين العلمنة الذي حارب الصورة والتاريخ والانتماء الفرنسي المسيحي المسيحي وحارب الكنيسة من المستحيل اليوم للجمهورية التي هي انبثقت من هذه الحرب التي قيمت على فرنسا على الملكية في فرنسا على الأسس المسيحية الكاتوليكية وكما نعلم خاصة بعد 1968 قضت على كل ما هي هذه الهوية أن تسمح للدين أن يعود إلى المجتمع الفرنسي هذا هو المفتوم العلماني الفرنسي وهذا التفسير الذي أعطته المحكمة العليا التي اعتبرت أن طريقة لباس هذا الزي في هذه الأشواء الخاصة يفسر كأنه ارتداء زي ديني أكثر ما هو ثقافي وحضاري بالطبع هناك مبادئ عليا ولكن لم أتوكل في هذا الملف يجب ربما كانت أن تفرد أو تطرح أمام المحكمة وهي حرية العبادات وهذا مبدأ عام يفهم القوانين الفرنسية ويجب أن يحترم استنادا إلى شرعة الأمم المتحدة وأيضا إلى القوانين الأوروبية وخاصة معاهدة المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة الرابعة منه التي تفرد احترام كل الأديان العلمنة تحولت لنوع من الدكتاتورية التي لا تسمح للمعتقدات الأخرى أن تظهر في فرنسا مثل المسيحية نعم أستاذ نيزار نعم هناك أيضا كما قال أستاذ إلي وأيضا هناك من يرامه لماذا هذه الفئة فقط هي التي تصر دائما على هذا التمايز أو هذا يعني عدم الالتزام دعنا نقول بقواعد العلمانية الفرنسية يعني واضح أن هؤلاء من أصول مهاجرة ولكن أتوا إلى بلد هذه قوانين وهو بلد علماني يفصل الدين عن الدولة لماذا دائما الإصرار دائما على هذا التمايز أستاذ أولا هؤلاء ليس مهاجرون أولا هؤلاء فرنسيون ثانيا على فرنسا أن تسأل نفسها ماذا أعدت في نظامها التربوي حتى هؤلاء تكون لهم هذه الأفكار هل هذا القانون وهذا الحكم القضائي سيغير أفكار هؤلاء وذهابهم البعض منهم إلى ما يسمى التطرف هل هذا القانون سيمح سيلة المتطرفين مثل الذين ذهبوا إلى سوريا ربما اليوم سنراهم في قناة المتفل لأنهم كما ذكر يحسون بالتهميش يشعرون بأنهم مختلفين عن باقي الفرنسيين هم فرنسيون ولكن من أصول مهاجرة يا أستاذ يا أستاذ فضل ليس أصلا من أصول مهاجرة هؤلاء ولدوا هنا ليس لهم أي علاقة هذه مشكلة فرنسا لم تستطع فرنسا أنت كيف مسألة الهجرات الأولى مع شباب جديد لماذا فرنسا لم تستطع أزمة التواصل رأينا خلال أزمة نائل أزمة التواصل بين هؤلاء وبين السلطة سأسأل الأستاذ إيلي حتى لا يقول لي كامل الليل المحكمة راح قوله أنتم كحزب أكثر الأحزاب القومية وأنا أحترم الأحزاب القومية بشكل أو بآخر كما أحترم قومي أقول لك هل هذا القانون سيمنع السياسيين الفرنسيين من خطبة كل الديانات لماذا يذهب السياسيين الفرنسيين عند الانتخابات إلى دور العبادة إلى المسلمين خلصة ليتوددون إليهم هل هذا القانون وإلى المسلمين طبعا أقول له بس ماذا سيفعل السيد جابريل أطال وهو وزير التربية لهذا الخسارة في التعليم الفرنسي أنت عارف التعليم الفرنسي اليوم مصنف من أسوأ التعليمات أم لا أنت عارف أن التعليم الفرنسي كله صداع ما بين المؤسس لماذا وصلت إلى الفكرة أستاذ النظار أنا فأنتك بشكل جيد أستاذ إلي كيف ترى عواقب هذا القرار صحيح ثانية ثانية بسرعة تفضل تفضل هل عندما ننهزم سياسيا عندما ننهزم سياسيا لا يمكن أن ننفخ في مشكلات ثقافية لأن هذا لن يداوي جراح فرنسا سيد إلي لن يداوي جراح فرنسا العميق جدا وهي أنها فقدت الموصلة فقدت الموصلة بتكفيق أستاذ إلي صحيح هناك قطاع كبير أيضا يرى ما يرى الأستاذ نزار أنه بالفعل هذه الإجراءات ما هي إلا لمكاسب انتخابية أو سياسية في مرحلة ما وبأن المشكلة أعمق من ذلك تماما بأن فرنسا هي التي فشلت في أن تكون نسيجا متجانسا ما بين كل أفراد المجتمع الفرنسي والأكثر من ذلك أن هؤلاء الفرنسيين الذين ولدوا وترعرعوا في فرنسا وفق القيم الفرنسية الفشل الكبير أن بعضا منهم اتجهوا للتطرف بسبب الإقصاء بسبب مثل هذه الإجراءات ما رأيك أنه عواقب وتبعات مثل قرار منع العباءة هو يؤدي بالفرنسيين من الديانة الإسلامية أو من أصول مهاجرة يدفعهم على العكس ليس للانصهار في الهوية الفرنسية بل يدفعهم نحو التطرف بالطبع وهذا ما كنت أقوله لكم عندما قلت أن المشكلة في فرنسا هي الجمهورية المشكلة في فرنسا هي العلمانية التي كما قلت لكم كان هدفها محاربة المسيحية في فرنسا والكاتوليكية وهوية فرنسا التقليدية هم هوية فرنسا التقليدية هناك الرهبان في الشوارع الذي نراهم في طابق هنا هم الراهبات المحجبات منعت في فرنسا لأنه البلد علماني طيب نعم ولكن سيد إلي الآن مع هذا في كل مرة يتجدد نفس الجدل حول قيم العلمانية وبالتحديد مع أي مظاهر مسلمة بشكل مباشر هل هناك إمكانية لتدارك هذا أم لا سيبقى المجتمع الفرنسي يعيش دائما هذه الإشكالية وإلى متى كما قلت هذا اليوم هو الإسلام الذي يتعرض أو المسلمين الذين يتعرضون إلى هذا الاضطهاد يجب أن نقول الكلمة كما هي ولكن يجب ننظر بكل موضوعية قبل ذلك قبل عشرين عاما كانت الحرب والاضطهاد موجهة للمسيحيين وخاصة الكاتوليكيين المشكلة اليوم هي تغيير نظرية العلمانية في فرنسا أن تكون تفريق الدين عن السياسة شيء ولكن ليس فرض نوع من الدين الجديد العبادة الجديدة أو المعب نقد الجديد الذي يمحو الانتماءات الشعبية في فرنسا فلذلك أنا كنت مثلا أطالب دائما بعودة فرنسا كدولة فرنسية مسيحية كاتوليكية وبذلك تحترم كل الديانات الأخرى وحتى الرسومات سابقا التي تعترض مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض ينتقدون القرآن وغيره إذا كانت فرنسا تحترم الأديان وليس لها مبدأ العلمانية ولكن مبدأ ديني كاتوليكي تحترم الأديان الأخرى مثل كل الدول الأخرى مثلا في إيران هناك احترام للدين المسيحي واليهودي أكثر مما هو مدواجد على القراضي ربما هذه النقطة التي أوصلتنا إليها تحتاج إلى ساعات طوال من النقاش ولكن للأسف انتهى وقتنا في نقاش هذا الموضوع في غرفة الأخبار أشكركم شكرا جزيلا ضيفي الكريمين من العاصمة الفرنسية باريس مستشار ومؤسس حزب الجبهة الوطنية المحامية لحاتم وكذلك من باريس أيضا نزار جليدي رئيس تحرير صوت الضفتين شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في غرفة الأخبار شكرا جزيلا